وعود مشاهدين الكرام إلى موضوعنا الأساسي في هذه التغطية بشأن تناول أو صورة مصر في الصحافة الأجنبية في الفترة الماضية وذلك على إثر الخبر الخاص بنيورك تايمز الذي زورته صحيفة الأهرام في مصر وأصدرت نيورك تايمز مقالا أو تقريرا بشأن هذه الفضيحة حسب ما قالت إضافة أيضا لمقال آخر في واشنطن بوست تحدثت فيه عن أن أمريكا لن تنطق مجددا عن قمع مصر معنا ضيفتنا في أرسوديو سيدة نادي أبو المجد ورحب بك مجددا أولا لو نشرح للمشاهد ما يتعلق بالأزمة الخاصة بنيورك تايمز خلينا نبدأ من البداية اللي حصل أنه بعد إفتتاحية نيورك تايمز الشهيرة يوم 4 أكتوبر اللي هي بتدعو فيها لكبح كماح المساعدات العسكرية لمصر لأنه هي قالت أنه السيسي جاء بانقلاب أنه قادة انقلاب عسكري أطاح بيئة الرئيس المنتخب ديمقراطيا وقالت أنه انتخاباته جاءت مزورة وقالت أنه بيتم اتهام الإخوان زورا في مصر بيئة أنه هم إرهابيين وطبعا اتكلمت على ملف حقوق الإنسان ودعت الإدارة الأمريكية على أنها تتعامل مع هذا بأنه من خلال عدم إمداد مصر بيئة المساعدات العسكرية بعدها بثلاثة أيام اللي هو يوم 7 أكتوبر تم نشر تقرير آخر نشر المرة دي اللي هو مدير مكتب نيويورك تايمز في القاهرة اللي هو ديفيد كيرباتريك وهو كان التقرير بعنوان حيث يتطلع المصريين للاستقرار فإن السيسي يعني يرصخ حكمه في مصر وكان التقرير يعني بينتقد السيسي وبينتقد خطابه في الأمم المتحدة وبينتقد أكتر تغطية الإعلامية لخطاب السيسي في الأمم المتحدة وعكس الصورة اللي هي تم الترويج لها يعني أنا ذاك اللي هو من حوالي شهر تقريبا فالتقرير كان بيتكلم على إزاي فكرة أنه الإعلام المصري سواء مكتوب أو مقروق مرئي أو مقروق أنه هو بالغ في حجم استقبال الخطاب السيسي وقال أنه بس الحاشية بتاعته هي اللي سقفت له وأنه بالعكس كان في وسط استغراب من الدبلوماسيين اللي كانوا حاضرين واستخدم عبارات على لسان الإعلامي عمر أديب إزاي إنه هو قال إنه الخطاب يعني حاجة تحفة وما حصلتش وإزاي قال طحية مصر وكل الكلام ده فده كان التقرير وكان فيه كثير من الانتقادات ليه الإعلام المصري في تغطية الزيارة السيسي اللي حصل إنه لما بعد كده الأهرام نشر التقرير بيع عنوان كاتب أمريكي السيسي رجل دولة ويحظى بالإحترام وبالتقدير إنه هي يعني ده اللي هو بعد كده نيويورك تايمز عمل التقرير تاني يوم آآ خمستاشر أكتوبر آآ بتقول إنه إزاي إنه تم تحريف التقرير الأوليني ونشرت مقتطفات من تقرير الأوليني وإزاي تم تحريفه في جريدة آآ آآ الأهرام اللي حصل إنه هو حصل الترجمة سيئة للغاية وحصل آآ يعني تحريف وتقطيع وحاجات خارج السياق وحاجات قالها عمر أديب فحطوها على إنه ده ده كاتب التقرير هو اللي قيلها وكلام ده بس كمان عشان إحقاقا للحق الأهرام حاولت تنشر يعني نشرت تصحيح أو يعني وجهة ناظرها في الموضوع هي بتقول إن هي نقلت التقرير بتاعها منقول من وكالة الأنباق المصرية الرسمية اللي هي ألف شين ألف وبتقول يعني الترجمة المغلوطة دي ده مشكلة ده ده غلط ألف شين ألف مش غلطنا إحنا 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 خدنا منها بهذه البساطة آه إن إحنا خدنا منها زي ما هم نشرينه يعني هل ده مبرر يعني صحيفة يتعتبر من أكبر الصحف وده لتقرير نيورب تايمز القومية في مصر على الإطلاق ولها تاريخ عريق بهذا الشكل وإن كان التاريخ يعني لم يعود عريقا في الفترة الأخيرة لكن يعني يكون المبرر إن هي خدت خبر ثبت عدم دقته من وكالة أنباق أخرى الحقيقة هو ده أعتقد إن في معايير واضحة في العمل الصحفي والعمل المهني تلزم أي صحيفة إن هي تتحرع الدقة وإن هي تبحث عن أكثر من مصدر لخبر حتى تستوثق منه يعني فيه أليات الاستوثق من الخبر بالزبت أنا حسن ده كلام ده مردود عليه من كذا حاجة أول حاجة طبعا غلط كبير جدا إنه ألف شين ألف تكون مترجمة الترجمة دي الحاجة التانية طبعا هما الأهرام عندهم قسم للترجمة ده يعني دي حاجة تانية الحاجة التالت هما في إطار إطار بيقولوا إنه اللي هو ديفيد كيرباتريك ده بقاله مدة في مصر ومفروض إنه هو يعني ما يكونش يعد عليه فكرة إنه الخبر ده نشرته ألف شين ألف لأنه ليه يختار إنه هو يتهم الأهرام وكأنه يعني بيلمح إنه فيه أوامر عليا للأهرام اللي هي الأقدم صحيفها في مصر ومفروض إنها الأكثر عراقة وكل الكلام ده واتفاقله إنه يعني كأنه هو أصد إنه هو يشوه الأهرام إنه هو من خلال وجوده في مصر مفروض إنه هو يكون شاف إنه ألف شين ألف مشارية الأول كمان بيقولوا حاجة تانية برضو بالتناقض اللي هم قالوا إنه هو بيقولوا إنه هو معروف عن ديفيد كيرباتريك ده إنه هو ضد ما سموه مصار 30 يونيا وإنه هو يدافع بحماس شديد عن الجماعة الإرهابية اللي هي الإخوان طبعا طيب لو كان كده إزاي بقى أنتوا نشرتوا التقرير يبدو إنه هو بيمدح فيه عكس تماما أنتوا بتقولوا إنه هو توجهاته مش كده فإزاي أنتوا نشرتوا تقرير زي ده ما لفتش نظركم طب هو إيه اللي حصل له إيه اللي حصل لتوجهاته إذا كانت التوجهات اللي هما بيقولوها صحيحة وطبعا بقى إنه إحنا بنتحرط دقة والأمانة والمصداقية وده مجرد مثال يعني أعتقد أنه بس طفح الكيل بالنيورك تايمز لأنه كمان التحريف كان ممجوج جدا ويعني وواضح جدا والعكس تماما اللي هو بيقوله لكن يعني فكرة الإعلام المصري الإعلام الغاربي يواخد باله من المستوى التدهور الشديد اللي حاصل في الإعلام المصري سواء المرئي أو المقروق وطبعا الأسطول السادس وكل كلام دي الحاجات دي ما بيسطهم هو فيما قال وذكر بعض الأمور قالها بالفعل على لسان سواء عدد من المتعين أو عدد من الصحفيين بالزبت لكن نقلت على لسانه هو إضافة أنه ختم بأنه ما لم يره المشاهدون في مصر بعدما أفرد مساحة لي وكالات الأنباء والإعلام فمصر قال ما لم يره المشاهدون في مصر خلال الانقادة الجمعية العامة أن كل الدبلوماسيين الحاضرين تقريبا كانوا يشاهدون خطاب السيسي في صمت بينما كان الوفد المرافق للسيسي فقط هو يصفق بحماس ردا على هتافه لكن التصفيق عند وسائل الإعلام المصرية كان مستمرا وبالإجماع ما يرثم صورة تهويل واحتكار للسلطة يقول العديد من المحللين أن مصر لم تشهدها منذ عهد محمد علي باشا مؤسس الدولة المصرية الحديثة طيب فيما يتعلق أيضا بمسألة أخرى خاصة بواشنطن بوست كان لها أيضا افتتاحية لافتة للنظر في أحد الأخبار تقول أمريكا لن تنطق مجددا عن قمع مصر هو كان عن مقابلة كاري للسيسي هما بينتقدوا كاري نعم هو كان واضح لانتقاد المقال كله مليء بالانتقاد هي الافتتاحيات عموما بتكون غالبا يعني خصوصا في الحاجات اللي هي عشان في عشرات من الافتتاحيات دي منذ الانقلاب العسكري في مصر غالبا بيكون انتقاد للإدارة الأمريكية يعني عشان دي افتتاحيات يعني الواشنطن بوست والنيورك تايمز دون من أكبر الجرائد فهم بيبقى هممهم اللي هو غير كشف الحقيق فكرة انه في ضوء الحقيق دي وخصوصا ملفات اللي هي مفروض ان امريكا يعني مشهورة او يعني مفترض انها بتدفع انها فكرة الحريات العامة حول الانسان الديمقراطية اللي هي طبعا الصحف دي شايفا هو غير متحقق في مصر فلما بيحصل خصوصا لما بيحصل لقاء او استئناف لمساعدات او فهم كل الافتاحية دي كانت بتنتقد انه ازاي كاري قبل السيسي مؤخرا وانه هو كل اللي كلمه فيه حاجات اقتصادية وداعش وبيقولوا انه دي استنتاج سازق جدا انه هما الاثنين انه فكرة انه مصر بس محتاجة انه اقتصادها يتحسن فبيقولوا الحقيقة انه في ظل القامع طبعا هما مديين امثلة كتير جدا متكلمين عن محمد سلطان متكلمين عن احمد دومة متكلمين عن سناء سيف مجرد امثلة من يعني الالاف اللي موجودين في السجون والمضربين والمضربين عن الطعام وهو حتى العنوان بيكلم على فكرة انه المقموعينة في مصر يعني ده العنوان انه انه امريكا لم تتفوه بكلمة عن المقموعينة في مصر فبيقولوا ده استنتاج سازق جدا من الاثنين انه هما قرروا انه لو الاقتصاد بقى كويس وفي ظل انه رفع الدعم عن الوقود وانه الجذب من الاستثمارات انه كل حاجة حيبقى تماما فبيقول لا الحقيقة انه في ظل الجو السياسي والقمع اللي موجود في مصر انه ده تربة خاصبة لمزيد من التطرف يعني انت ازاي انت بتحارب داعش وازاي انت بتدعم نظام بسياساته هو كده بيزود التطرف مش بيقلله وبيقول لها الحاجة التانية كمان انه انت كل ده بيكلم ادارته الامريكية انه انت لما بتتاخد الموقف ده الحقيقة انت بتخلي انه كمان شام مصر يتخذك عدو صريح ليه لانه انت واقف في طريق وضد رغبات وبتدعم اللي بيقمع يعني المصريين الرغبين في التغيير الحقيقي والديمقراطية الحقيقية فهم كمان مش بس بيكلمهم من ناحية مبدئية على فكرة اهمية الديمقراطية وحقول انسان في المطلق لا من ناحية مصلحة امريكا عارف فاكر زي ايام سبتمبر 11 لماذا يكرهون انا مش هما كانوا مفروضوا انه الامريكان وصلوا ليه قناعة بانه جزء من انه ليه التسعتاشر دول كلهم عرب اللي عملوا هجمه انه فكرة ان احنا بندعم النظم الحاكمة الديكتاتورية في بلادهم ففكرة ان انت تاني رجعت تعمل كده فده بيهدد مصلحة امريكا يعني مش بس من ناحية مبدئية ومن ناحية منظرك قدام العرب لا مصلحتك مش مع ان انت تدعم نظام هو بيدعو لمزيد من التطرف وان انت واقف في عداء صريح واضح جدا ضد الرغبين في التغيير والديمقراطية وهم كثره يعني من اللي وضح من يعني يعني هي الصحيفة قالت ان ان كيري لم ينطق بكلمة واحدة بشأن حملة النظام المصري الحالية لصحق كل ما تبقى من مؤسسات المجتمع المدني والصحافة والقانون حيث يشير العديد من المراقب حقوق الانسان لان هذه الحملة من القمع هي الاسوأ في مصر منذ اكثر من نصف قرن تقريبا حسب قول الصحيفة يعني وانه هو تجاهل الحديث عن هذا الملف وتحدث عن أمرين ان الدور المحواري لوجود مجتمع مدني نشط وصحافة حرة هو فين ده وفي النهاية لم ينتقد الاجراءات المتخذة وفي نفس الوقت تحدث كما اسلفتي عن الاقتصاد وانه هو النقطة المحوارية القضية المحوارية المركزية لمصر في الفترة المقبلة لكنه تغافل أيضا على ان حملات القمع وطبعا ستولد ردود أفعال ستعصف بأي أصلاحات اقتصادية طيب هل يمكن القول أن يعني ما نشاهده الآن من صحيفتين أمريكيتين عريقية يعني بالعراقة الكبيرة بهذا الشكل هو يرسل صورة واضحة بشكل كبير عن نظرة وسائل الإعلام كلها في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الغرب عموما تجاه ما يحدث في مصر يبدو أن فيه يعني ترابط بين وجهات النظر واتفاق نوعا ما في الرأي العام سواء في أمريكا أو في الغرب عموما آه يعني تقريبا وهو موقف تقريبا برضو لم يتغير يعني هما شافوا أنه الانقلاب من أول وحتى لو أنه نتيجة نزول عدد كبيرة من المصريين لكن يظل في الآخر مش هو ده اللي بيحصل عندهم يعني مش هو ده اللي بيحصل مش ده مش ده الأسلوب المتبع في الديمقراطيات أنه لما حد ما يعجبوش رئيس يعمل مظاهرات وينزل الجيش ينقلب فحتى لو أنه ده كان غطاء أو كان يعني فهم شايفين الأمور من الأول وبعدين يعني كمبدأ بعد كده يعني فكرة تدهور فيه حقول إنسان في مصر مش قادرة يعني الصحافة المصرية أو السلطة المصرية كله بتقوله مش قادرة تغطي على ده مثلا لسه مبارح عندنا إنه كارتر قرر إنه هو يقفل مركز كارتر في مصر وإنه مش حيرائب انتخابات بعد كده يعني كل الحاجات دي مش صدفة فمش كفاية إنه تطلع حاجات زي مثلا التفسير بتاع الأهرام أو يعني برضو كارتر دلوقتي بيتم الهجوم عليه بشدة بنفس الطريقة كارتر إخوان كارتر عنده علاقات مشبوهة مع الإخوان كارتر مش عفا يعني كل الكلام ده من غير ما يبقى فيه كلام رد منطقي وعملي على الاتهامات اللي بتوجه أنت عندك انتهاكات لحقوق الإنسان فمش كفاية أنت تقول لا أصلا أنت اللي عندك ازدواجية في المعايير أصلا أنت بتدافع عن الإخوان بدون ما زي يعرف برضو وقت تقرير هومن رايتس ووتش نفس الطريقة فكرة أنه حد بيقولك مفروض أنه فاكتس مفروض حقائق مفروض ترد عليها بحقائق يعني حتى بيان الخارجية مبارح ما ردش على كارتر بحقائق يعني كارتر قال أنه لا أعتقد أن الانتخابات البرلمانية القادمة هتكون ديمقراطية اتكلم عن الاستقطاب الشديد اتكلم على فكرة برضو اللي هو الأفق السياسي عمل بيضيق على كل اللي هو برضو ذكر في الواشنطن بوست وفي نيويورك تايمز اللي هي كله المجتمع المدني الصحافة النشطاء المعارضة عموما يعني فكرة اللي حاصل في مصر واضح جدا وصعب الدفاع عنه ومش كفاية طريقة اللي هو أنك تهاجم اللي هو بينتقدك أو بيتكلم لكن ده بيطرح سؤال تاني يعني إذا كان بالفعل الصحافة والإعلام بمؤسسات كبرى بهذا الحجم في الغرب تنظر إلى الأمور في مصر على هذا النحو ومعروف أن وسائل الإعلام هي اللي تصنع الرأي العام بشكل كبير وهي اللي بتضغط وتؤثر في صناعة القرار في أي دولة من الدول ليه حتى هذه اللحظة يبدو أن صناع القرار لهم وجهة نظر أخرى اتجاه ما يحدث في مصر لأن صناع القرار في أمريكا هم شركاء في الانقلاب وليهم مصلحة لكن ده مش بشكل ضغط عليهم؟ ده بشكل ضغط ومين قال أنه ده مش متاخد في الاعتبار تعليق المساعدات ممكن يكون جزء منه نتيجة ضغوط من هذا النوع لسه الخارجية الأمريكية الأسبوع اللي فات قالت لأ مصر قدامها حاجات كتير تعملها قبل ما كاري يقدر يقول أنه هي ممكن استقناف المساعدات اللي هي معلقة بالكامل ده الكلام ده كان تريمًا الأباتش وصلت الأباتش وصلت بس ما هو بس مش هي الأباتش ده جزء من الموضوع فيه لسه مساعدات تانية معلقة وفكرة أنه يفضل فيه دايماً ضغط سواء على الإدارة الأمريكية سواء على السلطة في مصر أكيد أحسن ما يكون الإعلام الغربي واخد نفس المنحة أو الاتجاه اللي واخده كثير من وسائل الإعلام المصرية اللي هي بتبرر وبتطبل وبتحرف علشان خاطر تدعم يعني سلطة انتهاكتها واضحة جداً والدفاع عنها أصبح كل ما ده بيبقى أصعب من قبل كده نعم أشكرك شكراً جزيلاً سيدة نادية أبو المجد الكاتبة الصحفية كنت معنا في هذه الفقرة بهذا مشكلة